مصر حققت معجزة عبور خط برليف والانتصار على العدو الإسرائيلي يوم 6 أكتوبر 73 وده انتصار حيفضل انتصار خالد مش بس في وجدان مصر وشعبها لكن في ضمير الأمة العربية كلها مش بس هيبقى موجود في ضمير الأمة العربية لا وده موجود في كل شعوب العالم المحبة للسلام مصر ما حربتش فقط دفاعا عن أرضها ولكن حربت من أجل تحقيق السلام وده اللي نجحت فيه وحفظت على مكتسبتها فيه نمكن يا منا في الحقيقة فعلا مكتسبات كتيرة جدا قدرت اللي يتحافظ عليها الدولة المصرية وانتصار أكتوبر هو انتصار كلنا بنفخر به حتى هذه اللحظة ونرفع رؤوسنا جميعا نحن النهاردة نتكلم في صباح الخير يا مصر عن أهم الدروس المستفادة من الإعداد والتخطيط الجيد لحرب أكتوبر ولماذا تم قبول وقف إطلاق النار رغم الانتصار كل الأسئلة دي هنجاوب عليها من خلال ضفنا اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية صباح الخير يا دكتور أهلا وسهلا صباح الخير أحاولكم السادة المشاهدين أهلا وسهلا نوانا يا فان أهلا بيك يا أهلا طيب بداية خلالة نعرف من حضرتك كده احنا بنقعد كثير جدا نتكلم عن أهمية الحرب وإزاي استعدينا وكل الحاجات دي وإحنا بنبقى حاسين بالفخر وبنبقى حاسين بالعزة وبنبقى حاسين أن احنا حقيقي عملنا حاجة احنا الجيل اللي ما حضرناش ولا شفنا ولا عشرنا لكن سمعنا من الأجيال اللي قابلنا نقدر نقول أن أكتر حاجة استفدنا منها من حرب أكتوبر ومن التخطيط لحرب أكتوبر وعايشين لغاية دلوقتي بنستفيد ومكملين في الاستفادة منها ده السؤال مهم جدا يعني لو احنا شفنا فترة الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر المشكلة الرئيسية أن نرجع خطوة صغيرة الوراء وبعد حرب 67 كانت القوات المسلحة مدمرة كانياتها الحقيقة كانت يعني شبه موجودة أو ضعيفة جدا ما كانش ينفع تقوم بحرب وهم العالم كله كان حاسس كده العالم كله سياسيا بمستنى أن احنا منهزمين وعسكريا ما حدش بيدي سلاح لحد منهزم لأن السلاح ده سلاح بتاع دول بتسوق بتنتج عايزة تكسب فدي سلاح منهزم وليك هيتدمر على الأرض تديله ليه فالناحية العسكرية كانت في منتهى الصعوبة والوضع السياسي كان في منتهى الصعوبة الوضع الاقتصادي كان أصعب وأصعب لأن قناة السويس كانت مقفولة فإحنا فقدين رافض مهم من رافض العملة الصعبة فيها الاقتصاد المصري يعني كان الوضع الحقيقة يعني أنا بقولي الكلام ده ليه عشان برضو السؤال بتاع حضرتك التحديات والتهديات هي كانت موجودة أضخم بكتير جدا من أي حاجة موجودة دلوقتي ومع هذا المصريين ما يقسوش لا مدنيين ولا عسكريين ولا قيادة وابتدت مرحلة في منتهى الأممية وهي مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة وإعداد الدولة للحرب الكوات المسلحة هي بتقوم من عمل عسكري لكن الدولة كلها بتحارب فإعداد الدولة للحرب وبناء القوات المسلحة ده خد فترة وليلا جدا ست سنين دول يعني فترة يعتبروا في عمر الدول ست ثواني هذا الإعداد كان حيئة بسرع علم ومحترف ودي يمكن عظمة المصريين أنه بيجد حلول غير تقليدية لمشاكل بلغة التعقيد لو احنا قلنا حنستفيد إيه من حرب أكتوبر كجيل ما شفش الحرب وبندرسها لو درست الفترة دي مدنيين وعسكريين حتلاقي أنه هو دايما أي حلول صعبة مستحيلة ما عايز إمكانات ضخمة بيجدولها حلول غير تقليدية ودي كانت النقطة المهمة جدا أثناء إعداد الحرب في نقطة في منتهى الخطورة أثناء الإعداد وهو كان في حرب الاستنزاف فإذا كان في حرب ممكن محدش ألقى ضوء عليها كتير جدا وهي حرب الاستنزاف قعدة سنين والعادو كان عنده قوات جوية قوية جدا كان بيدرب العمق المصري بيدرب أهدف مدنية بيدرب القوات على سبيل المثال كان إعداد القواعد والمطارات الجوية وإنشاء مطارات جديدة وفيها ممرات جديدة ودوشم كانوا بيدربوا وهم بينشقوا أثناء الإنشاء وكانوا أيضا بيحربوا وينتصروا أثناء إعداد القوات المساعدة للحرب فشوف الصعوبة شكلها إيه؟ أنا بنقل الصورة دي لحتى أولادنا دلوقتي إن نخلي بالك التحديات كانت ضخمة جدا والإعداد كان أثناء حرب كمان فما تلاقي حاجة بتقابلك ما تقلقش ما تستسلمش تدور على الحلول غير التقليدية هي دي النقطة دي النقطة المهمة جدا أثناء فترة الإعداد للحرب هقولك مثلا على سبيل المثال فيما يخص القوات الجوية تكلم على الطائرات التي دمرت على الأرض في 67 صحيح عشان ما كانش فيه دوشم تحمي الطائرات الطائرة على الأرض عايزة حد يحميها عايزة دوشم تحميها لما تطلع في الجو بقت سلاح رهيب وبالتالي أنا لازم الطائرات دي لها دوشم بواصفات معينة يتم لا زي الهنجر كده زي عاملة زي الهنجر الكبير بس خرصانة لها سمك معين تحط عليها أتربة معينة وشكله معين بحيث لما يحصل ضربة جوية الطائرة جوة الدوشم دي ما حصل لاش حرش بحاجة تمام؟ دايما الطائرة على الأرض يجب حمايتها أول ما تطع في الجو بقت سلاح ملوش حل لو أحسن استخدامه طيب سيادة اللواء احنا خرجنا من يمكن زي ما حضرتك ذكرت هزيمة في 67 تحديدا وكانت نفسية ومعنويات المصريين جميعا محطمة تمت الدولة في ذلك الوقت عادت تسليح الجيش مرة تانية عادت الثقة في قواتنا المسلحة مرة تانية وعدد من البطولات الكثيرة التي نفذت حتى ما قبل انتصار أكتوبر عاوزين نتكلم على هذه العمليات تحديدا النقطة المهمة أن المصريين ما انكسروش يعني بعد حرب أثناء على فكرة أثناء حرب 67 والطائرات اتدمرت وممرات اتدمرت فيه طيارين طلوا على جزء من الممر واشتبكوا مع طائرات العدو وأسقاطوا طائرات عدد آه ممكن مش كبير جدا لكن هو الإمكانيات اللي في إيده على الظروف اللي موجود فيها على جزء من الممر اللي ممكن يطلع عليه هو طلع نفذ مهام ودي عقيدة المقاتل المصري فالنقطة يعني بداية النصر كان أن أنا من كسرتش لا مدنيين ولا عسكريين مرحلة الإعداد كانت إعداد مشترك ما يبيننا القوات المسالحة وكل المصريين لأن بناء الدوشن في المطارات والقواعد الجوية وممرات جديدة عشان أدرت أطلع بعدد كبير من التقرات ده كان بيكون بيش شركات مدنية فكان ما يحصل ضرب على المطارات أثناء الإعداد أو قواعد السواريخ بالنسبة لدفاع الجوي كان بيستشهد مدنيين مع العسكريين كانت ملحمة جيش وشعبه مع بعض وبالتالي الشكل أثناء الإعداد وأنا قلت قبل كده أنه كان فيه حرب بالاستنزاف أثناء الإعداد ودي لازم برضو نلقي الضوء عليها صحيح بعد الإعداد الضخم ده اتحطت خطة الحقيقة المحترفة يعني ما زالت حتى الآن بتدرس أن أنت إزاي تستخدم إنكانيات أقل من العدو وهذه الإمكانيات باستخدام هذه الخطة المحترفة والتدريب العالي جدا عليها أن أنت تتحقق نصر بتدرس في الأكدامات العسكرية الغربية أنها الحالة المثالية لقوات مسلحة أقل في الإمكانيات حققت أهدف على قوات مسلحة أعلى منها في الإمكانيات التي هي إسرائيل وعلى سبيل المثال كانت إسرائيل عندها طائرات الجيل الثالث خبراء الطائرات القتال بيصنفوا الطائرات لخمس أجيان رئيسية الجيل الأول هو بداية تركيب المحرك النفس في الطائرة والطائرة أقل من سرعة الصوت كان عندنا منها الميج 17 الجيل الثاني طائرة عدت سرعة الصوت وبتشيل سواريخ حرارية لها بتبحث عن العادم بتاع طائرة العادو وبتتوجه على العادم ودي زي الميج 21 كانت عندنا في 3 صوت الجيل الثالث بقى زي الفانتوم فيها رادار قوي جدا فيها سواريخ رادارية مدى كبير جدا إمكانيات تكنولوجيا مقرنة لماذا العصر عالية جدا فهم كان عندهم هذه الطائرات الفانتوم والسكاي هوك فأنت لما تبقى معاك طائرات الجيل الثاني اللي هو عنده رادار وشايفك وعنده تسليح يقدر يضرابك من قبل ما تشوفه وأنا عندي الجيل الأول والجيل الثاني وحارب بيهم هم يعني ديف حد ذاتها كمان من الاستنزاف تسقط الفانتوم والمعركة اللي حصلت بها يا دي النقطة يعني أنا عايزة أقول بعد الإعداد وبعد الخطة الشكل العام على سهل مثال للقوات الجوية كان عندنا طائرات الجيل الأول والتاني وهو عنده طائرات الجيل الثالث يعني مهاش الحالة سيادة الأول الحاجة بتقوله ده تحديدا هو بلغة العسكريين لما يجيوا يحللوا كده كفاءة يعني الخصم هيلاقي أن أنا داخل معركة خسران كلامك صح وعلى فكرة الدراسات الغربية لما بعد فترة الإعداد فابي كارنوا قال أنت لو كقوات جوية دخلت تعمل ضربة جوية في بداية المعركة علشان تضرب كل الأداف اللي حتصل على عبور أنت هتفقد أكتر من نصف قوات الجوية هتدخل ومش هتطلع ليه لأن أنت هو عند طائرات الجيل الثالث وأنا عندي جيل الأول والتاني وعنده دفاع جوي قوي وحتفقد أكتر من نصف قوات الجوية وعلى الأكثر هتحقق 30% من الأهداف اللي أنت عايز تدمر والحسابات صح اللي حصل بقى إن إحنا إن إحنا دمرنا 95 إلى 96% من الأهداف مش 30% والخسائر لا تتعدى 3 إلى 5% ده خطة محترفة وتدريب عالي جدا عليها فأنا عايز أقول لحالتك في النقطة دي نقص الإمكانيات حافظ للإبداع مش إنه هو يوقفني حسن فيه ناس تقول له إنت يقول لك وفن فين الإمكانيات ما إحنا ما عندناش الإمكانيات دي ده دول كبيرة ما عندها الإمكانيات وإحنا ما عندها نبص الحالة 73 الإمكانيات كتقول إيلا رغم التدريب ولكن بالتدريب والخطة المحترفة وتاني حقول النقطة دي كتير جدا البحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل عملياتها بلغة التعقيد من الأبناء الوطنيين للموضوع يعني إحنا كان عندنا خبراء سوفيات وكان عندنا خبراء روس وكان عندنا خبراء من جنسيات مختلفة قالوا إن خط برليف لن يتم تدميره إلا بقنبلة نووية أو حاجة بنفس القوة ولكن الشخص المصري هو اللي قدر يفكر إنه لا إحنا ههد الدنيا بالزبط هو دايما بيبحث عن حلول غير تقليدية هو ده اللي خلى لأنها قضيته بالزبط يا دي النقطة المهمة جدا على فكرة المصريين مدنيين وعسكريين عندهم الحتة دي وبص لأي بيت في مصر أو أي حد بيشتغل شغله معين وقدامه ووقفة مشكلة دايما بيقولها حل غير تقليدي النقطة دي احنا متميزين فيها فخلينا دايما نحييها ونطبقها مش بس كاقوات مسلحة نقديل نطبقها باحتراف شديد لكن أنا بكلم على كل الأجيال الموجودة في أي عمل بيقوم بيه ما تخليش الإمكانات توقفك ابحث دايما نحييها غير تقليدية نقص الإمكانات ده حافظ الإبداع هتقدر غيرك قدروا وهم كانوا برضو شهاب صغيرين يعني أديك مثال في 73 طيار ميك 17 ميك 17 طيار أقل من سرعة الصوت من الجيل الأول من الطيارات ما ده أليل جدا طبعا ما فيهاش رادار ما فيهاش أي حاجة اشتاق مع طيار فانت من الجيل التالت رادار قوي تسليح قوي سواريخ رادارية وحرارية كل اللي عايز تقوله لما اشتبكوا مع بعض الطيار الميك 17 أسقط الفانتوم ما هو كان شاب صغير برضو عايزين على ذلك هليكوبتر 108 برضو اشتبكت مع طيارة الطيارة فانتوم عايزها تضربها انتهز فرصة مهمة جدا لضرب الطيارة الفانتوم وأثناء الاشتباك بينهم الطيارة الهليكوبتر أسقط الطيارة فانتوم الحاجات دي وقفت العالم كله انه انتو مين انتو بتعملوا ايه وده اللي خليهم ييجوا على مائدة المفاوضات وعد تكون فاكر انه هم جمعة لما ايديت المفاوضات بالسهل لا قبل قبل 73 هو ما كانش كان رفض تمام يقول لك عايز السلام الوضع زي ما هو ونعمل سلام سيناء مش راجعة ومحاولات كثيرة جدا قال لك لا 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 يتفضل كده يتعمل سلام على كده بعد الحرب تعالى على توصف الفاوضات حاضر هتمضي حاضر هتنفذ المعاهدة وترجع حاضر طب ستل لو انا كسبان ايه اللي خلاني اقبل مفاوضات ايه اللي خلاني اقبل وقف اطلق الناص وانا كسبان كلام محترم وسؤال مهم لما ابتدت الحرب هذا الشكل تشكلت لجنة في امريكا ودي تبقى لوصلك امريكية اسمها Washington Special Action Group هذه اللجنة يقودها ويرقاسها الرئيس الامريكي في هذا الوقت نيكسون معا مين كل مجلس الامن القوم الامريكي طبعا والمخابرات ووزير الدفاع وكل ما هو موجود في مجلس الامن هذه اللجنة تدير الحرب لصالح اسرائيل فلقوا ان الموقف في منتهى الصعوبة على اسرائيل وابتدوا يعملوا خطة امداد استراتيجي يعوضهم عن التارات الوقت وعن الاسلحة اللي اتدمرت ويزيد على ذلك ان هما بكنوش عارفين الموقف على الارض شكله ايه الموقف عندهم ملتبس واسرائيل بتنقل موقف ما هواش كامل عسكريا عشان الرئيس الامريكي ياخد قرار معين عملوا ايه بقى ودي اول مرة تحصل اثناء حرب طلعوا طيارة استراتيجي الاسر ار واحد وسبعين امريكا طيارة امريكاني الطيارة بتطلعش غير بامر رئيس الامريكي اللي انها هتخش منطقة عمليات بينها وبين اسرائيل وطيارة دي مفروض تطلع من امريكا تيجي تصور الجبهة عشان تديهم المعلومات اوروبا رفضت انها الطيارة دي تنزل تمون الطيارة دي جاية طايرة من امريكا لغاية سينة رايح جاي مونت خمس مرات في الجو صورت صورت الجبهة بالكامل وقدوا الصور وليه مجلس الامن القومي الامريكي برئاسة الرئيس نيكسون المهم بقى الوسيقة دي مهمة قوي الاثنين طايرين لطايرين الطلعة عملوا كتاب بتصديق بعد ما اتطارت كهنة وذكروا فيه اهم الطلعات اللي طروها منهم طلعة مصر طايرة دي جاية طايرة على اتفاع فوق 80 ألف أدم أعلى طيارة عندنا وعند إسرائيل ما تطلعش بأي حال من الأحوال غير لعند 40 ألف أدم يعني فيه 40 ألف أدم فرق طايرة دي بتشيل ما مفهاش تسليح على فكرة بتعتمد انها طايرة على اتفاع علي جدا وسرعتها أكتر من 3 أضاف سرعة السلط فهي محمية بارتفاحها وسرعتها صورت الجربة بالكامل ادوا الصور دي لأمريكا للجنة المشكلة ابتدوا أمريكا يعملوا حاجتين يديروا تبقى للمعلومات اللي هي مش متوفرة حتى عند إسرائيل ويدوا يعملوا جسر استراتيجي جوي وبحري قاعد شهر لإسرائيل بنولهم قوات مسلحة جديدة طبع دولهم حدود 40 طارف أنتم 30 طارف كهوك لدرجة ان النقل الاستراتيجي إسرائيل ما عندهش إمكانة الطائرات دي أمريكا نقلتهم بطائراتها لدرجة ان المطارات الإسرائيلية كانت صغيرة الطائرات دي ضخمة جدا ما يفعش تنزل 5-6 طائرات في المطار عملوا جدولة معينة أن أثناء هذا الجسر طائرتين إلى 3 بالكتير يبقوا على الأرض ويطلعوا والطائرتين اللي ينزلوا النقطة المهمة أنا بقول لك برضو ليه؟ ده اللي كان من نفروض برضو الشباب يعرفه يبقى هما كده ادوهم معلومات استحالك أنوا قدروا يجيبوها صحيح ادوهم تسليح متنوع وترتيبة التسليح في الطائرات ترتيبة عملياتية يعني مش بتنقل الأسلحة في طائرة أو زكهرة في طائرة لا على فكرة التسليح اللي جاي الأمريكان بعتوه ما فيش مصنع سلحة عنده التسليح ده مرة واحدة ده سحبوه من صلب تنظيم الجيش الأمريكي لأن فيه طائرات علامة السلاحة الأمريكية هم مجرد دهن وكده وحطوا علامة السلاحة الإسرائيلية فالرئيس سادات فاطن أنه يحارب أمريكا منذ تاني أو تالت يوم في الحرب وكان المخطط أن انت حاربت كمصر كسرت النزل الأمن الإسرائيلية خدت جزء من سيناء هندمر لك سلاحك على الأرض بتكلم على أمريكا مش على إسرائيل وانت كده كده هتلجأ للبيوس على مفيد الفوضات هتقعد على رئيس السلاحة والفوضات وانت سلاحك بتدمر وقواتك المسلحة بالدرجة تقوم بأي عمل أسكري الرئيس السادات فاطن إلى هذه النقطة وعلى فكرة هم قاعدوا خمس مرات يتحيلوا على الرئيس السادات عشان يقبل وقف إطلاق النار في المرة السادسة وقبل وقف إطلاق النار بحيث أنه هو هيقعد على رئيس السلاحة مع قوات مسلحة قادرة على أي عمل أسكري إذا فشل التفاوض وده على فكرة في نقطة مهمة جدا قبل ما تحارب في أربع أسئلة متى ستحارب ودي كانت حيخ يعنيت حسابات محترفة كيف ستحارب في سؤالين تاني بقى في منتهى الأممية متى وكيف ستتوقف على الحرب بحيث أن أحارب على طول صحيح وبالتالي توقيت إيقاف الحرب من اختياري علشان بعد كده حقوم بعملية سلام أخذ بقية الأرض على فكرة استخدام القوى الصلبة اللي هو الحرب واستخدام القوى النعمة اللي هو المفاوضات لاتنين مع بعض في العلم الحديث وبالدرس أمريكا دلوقتي بيسموه القوى الزكية وهو المزج المحتر بين القوى الصلبة والقوى النعمة في استراتيجية واحدة فعالة فأنا والله برد المصطلح إلى أهله وإلى أصحابه لما تاخد مفهوم القوى الزكية اللي بتدرس في أعلى جامعات أمريكا وتطلع على حرب 73 ومشروع السلام اللي اتنين مع بعض كاستخدام محترف للقوى الصلبة والقوى النعمة اللي هو القوى الزكية يبقى أصحاب هذا المصطلح الرئيس السادات والمصريين أنا بشتغل أكاديمي ولك هات المصطلح وتعريفه اللي طلع من خمس ست سبعة سنين بالكتير عشر سنين ويرجع ل73 ومشروع السلام وشوف هتلاقي نفس التعريف وباحتراف شديد ويحقق وياخد الأرض بتاعته طيب ست اللي هو يمكن الحرب كانت مش بس حرب عسكرية كانت أيضا حرب نفسية لأن كانت إسرائيل من اليوم الأول تلعب على نفسية المواطنين نفسية المصريين ولطالما رواجت أنها الجيش الذي لا يقر ورغم ده قدرنا اللي احنا نحقق الفوز والانتصار الفوز والانتصار ده نظر إليه العالم إزاي بعد هذا الترويج الكبير والمبلغة التي وصلت إلى المبلغة من الجيش الإسرائيلي طبعا ده خلي بقى الحاجة نقطة مهمة جدا أن الحرب النفسية والعملات النفسية جزء قصير من أي حرب لأننا لو قدرت أكسرك نفسيا من البداية من قبل ما تحارب مش هتحارب اللي هي فلسفة النصرة دون قتال وده اللي بيستخدمه دلوقتي طب دلوقتي هو يمكن بقى بقى بصورة يعني فعيلة ليه التكنولوجيا لتصالات العابرة الحدود مكينته من كده والنت ما فيها والفضيات فاتعامل طبعا علينا حرب نفسية ورهيبة جدا على مصر لكن الشخصية المصرية شخصية عنيدة في حقها صحيح ما تسيبش حقها الشخصية المصرية الشخصية ما بتتكسرش فخلي بالحارتك هم الناس دي محللانا فأنا ما تكسرتش في أي حرب على مر التاريخ ده أجيب لك يعني هتقولي ده 73 وكان 1798 شوفي تاريخ الحملة الفرنسية على مصر ما كانش فيه جيش مين اللي كسر الحملة الفرنسية واتردها في 3 سنين المدنيين ما أصفيه ناس تقولي سعيون لك فانم دي كانت يعني كانت حالة استثنائية وحالة يعني ممكن ما تك طب أنا جبتلك 1898 شخصية المصرية نرجع من الأيام معركة مجدو نرجع من الأيام نرجع رب حيقولك لا طب أصلي دي طب 36 تلاتين ستة 2013 ده هو الشاب اللي عملها ما هو أنا أنا جبتلك 1898 وإكتوبر 73 وفي ناس تقول لك فانم معه ودول يعني طب تلاتين ستة 2013 إن إحنا كسرنا مخطط رهيب جدا وعلى فكرة اللي عمل كده المدنيين طبعا طبعا المدنيين صحيح فبلاش حد يكسرنا لأن هو داي هو مش قادر إن هو يخش معنا في حرب التقليدية فإذن الهدف حاليا وهو كسر إرادة القتال وكسر إرادة إن أنا يبقى عندي تنمية كسر الإرادة ده هو البداية الحقيقية للنص من وجهة نظره الهدم من الداخل سيدة لواء يمكن وإحنا بنتكلم على النفسية وكسر الإرادة يمكن ما أشبه اليوم بالبرح وإحنا بنشوف اليومين دول تحديدا في ظل الأزمات الاقتصادية والعالمية والغير الفكرة سابتة والأدوات اللي بتتغير لتحقيق أهداف وأجندات هي خارجية إذا كيف نستفيد من نصر أكتوبر في هذه الأيام أقولك يا جواب عاملية قبل 3-70 كان فيه أزمات في كل حاجة والله في كل المواد التنمينية كان فيه أزمات وكان فيه حتى وشعار كده أقولك لا صوت يعلو على صوت المعركة مافيش سكر مافيش مش عارف إيه ما مش مشكلة ولا كان فارق مع المصريين أزمات أكتر من دلوقتي بكتير جدا لكن المصريين ماكانش فارق معهم تمام دلوقتي لما لاقي أزمة اقتصادية أنا جزء من العالم وجزء من المشاكل اللي بتحصل والتأثيرات نتيجة الحرب في أوكرانيا وقبلها كورونا والمشاكل الاقتصادية أنا جزء وخاصة أننا عندي خلينا قوة نوع عندي مشكلة اقتصادية قديمة أنا حليت جزء منها وماشي في إجراءات الإصلاح فيعني فيه أزمة آه طبعا أكيد أرجع الروح دي تاني أرجع الروح التاني بص للشباب اللي زيك اللي كان في 73 وشوفك حجم التهداة اللي قدامه كان شكلها إيه طيار الميك 17 ده لما طيار الميك 17 وحيقابلوا طيارة فانتو ماهو ما يطلعش طب دلوقتي ده ما يطلعش أحسن طب هو أنا عشان خط ده مش خط برليف ده وما ثلاث خطوط دفاعية قناة السويس كمان عمائي ساتر ترابي ضخم ارتفاع عشرين متر يعني حوالي ست سبعة دوار زوية ملك خمس عربين درجة عليه خطة نيران برضو على فكرة القناة عليه خطة نيران مادة كده اسمها النبل المادة دي بتشتعل في أي وسط يعني على الماية بتشتعل على الأرض بتشتعل درجة حتى في الشعب تصل بتتعدل ألف درجة يعني الحدي جوش الماية حيصير أنا اقتحمت ثلاث خطوط دفاعية قناة السويس والستر الترابي وخط برليف في كام؟ في ست ساعات بسلح دفاعي قديم ما تعملش الكلام ده خلص طب ما تبصل بينما وكان شاب زيك ما كنا برضو متعرضين لعملات تفسية ما كان قالك أنا هنخش القاهرة وحنعمل وحنسوي عملات تفسية وكانوا بينما منشورات وبرموا على فكرة شراء خدعية ده هم من كتر مهمة اللي نوصي ما كانش الحياة بيأثر فيهم ابتدوا يضربوا يضربوا أماكن مدنية دربوا شوفي آخي دربوا مدرسة صغيرة اسمها بحر البقر مدرسة بتاع خمس ست فصول دربينها بطيارتين فانتوم حوالي تلاتين طفل ماتوا دربوا مصانع دربوا أماكن جوة مدنية بس الجنب المصري لمحاولة أرجعتني أقولك عن نقطة محاولة كسر إرادة القتال بس الجنب المصري كان حريص على أنه يكسر الأسطورة اللي هم بيحاولوا يروجوها بتدمير إيلات وكينتنج وإحراجهم دوليا وهو شخص أو هو جيش يعني خسران وبيرجع لهم المتحدة دي حالة استثنائية تلاتين ستة الفين و تلاتاشر هو شكل حرب يتغير يعني لما شكل حرب يتغير والتكنولوجيا بتاعت الاتصال تمكنه من الوصول بعملات نفسية مضادة ومحترفة أنا جوا أن أنا محدش يكسرني هي بس عايز المصريين محدش يقدر يكسرهم فهمهم صح ودي أنا شاف أن الإعلام عليه دور في الحيطة دي بيقوم بيه بس إحنا عايزين نعمله باحتراف شوي وباستمرارية وعشان كده ست لو حيات من أور لله لا أنا عارف والله يعني أنا 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 بشكركم لأسكيلتكم يعني أنا بس أنا بجيب لك تلاتة وسبعين أرجع لك كتير أو الف سوى ١٩٨٨ والمدني اللي كسروا والحملة الفرنسية في ثلاث سنين وغير نقعد كان ١٣٢ سنة ١٣٢ وإحنا ٣ سنين ٣٠ ستة عملوا المخطط ماشي تماما وعلى فكرة نجح في الاتحادش في التهونهار ده دولة عظمى صحيح دخل المنطقة اللي كسروا المصريين ومين فيهم المدنيين في مصر يمكن ٣٠ ستة ما كانتش عودة الهوية المصرية فقط ٣٠ ستة أعتقد كانت في الجيش المصري كمان رفع كفاءة وتحديث ده بعدها ما بعد ٣٠ ستة انت عملت للمخطط مشكلة خارجي انت ٣٠ ستة وقفت المخطط اللي عندك وكسرت تنظيم إرهابي وبعدها عامل مشروعات تنمية متعددة المسارات وبتنجح وهذا هو حيسيبك وهلازم مش قادر يخش جوه فالحل الهدم من الداخل مستخدماً أدوات تكنولوجية عابرة الحدود وإعلام مداشة أولى النت طب ماذا كان الهدم من الداخل ما إحنا الداخل وفي حد غيرنا الداخل فهم الداخل يوقف المخطط ببساطة هي معركة واحد شكده أنا بازعاً لما حد يقولك ايه؟ اوعى تخش على الفيسبوك اوعى من النت ده غلط ده أنت تخش على الفيسبوك وتعمل لك صفحة وتذكر فيها الحاجات الإيجابية والحاجات السلبية تذكرها وقولها وعليها حلول وعمل شير مع زميلك اللي بيقولك ما تخشش ده بيحاول حل مشكلة بمصيبة فننبس المشكلة والمصيبة سريعاً السابت اللي ورد في فكرة تسليح سلاح الطيران في الجيش المصري دلوقتي وتعدد التنوع الموجود في التسليح بتاعه طبعاً بعد 36 احنا في مخططات كانت مستمرة تسليح الجيش المصري وتحديثه باستمرار يعني كان هم من قطتين في السياسة العسكرية مهمين وهم معلنين يعني هو التحديث المستمر للمنظومات التسليح والتعدد عشان ما حدش يقدر يعني يخليني إن أنا لو اعتمدت على مصدر واحد يوقفني نعم وبالتالي بعد 36 كان الكلام ده في منتهى الأهمية ورغم إن فيه ظروف اقتصادية إلا أن يجاح من قطع النظير وعلى سبيل المثال امتلكنا إمكانيات تسليح تمكننا من العمل خارج الحدود صحيح لمسافات كبيرة جداً وأزمنة طويلة شوف المسترال ممكن مشتركة في الإنقاذ بتعليبيا وأيضاً الرفال 3500 كيلو مدى والنقطة دي مهمة لأن أنا عندي إمكانيات اقتصادية عالية القيمة موجودة في الباحة المتوسط الباحة الأحمر على بعد مقاتل كيلو مترات أنا لما قدرت شروحها ميها ممكن تتضرب وبالتالي أنا امتلكت هذه الإمكانيات العالية جداً رغم ظروف صعبة عندي وعند الإقليم وفي العالم كله ودي تحسب للشعب المصري قوات مسلحة وأيضاً مدنيين لأن ده القوات الصحة دي ده ملك المقاتل ده مرباء أم مصري هو أب مصري على فكرة ما بيقلقه قوي أم مصرية عظيمة ابنها استشهد أثناء مكافحة الإرهاب ده خلت التاني كلها الحربية بتعمل علامة استفهام عند ناس الطبيعي أن أنت تقول لا كفاية أنا قدمت واحد لكن التاني الحتت دي بتعمل علامات استفهام ويتوقف المخططين مش عارفين هم 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 مش عارفين عملهم عصرين فأرجو أن إحنا الحتت دي ناخد بالنا منها بصورة بصورة علمية علشان ننميها باستمرار ومحدش يكسرنا ولا يكسر الأجيال اللي جاي يا دي نقطة مهمة جدا لأن شكل الحروب الغير تقليدية ده بيمتد وهي دي قدرة المصريين الدائمة على التعامل مع المستجدات سواء بقى حروب تقليدية ممتد ممتد بالراحة كده بدأوا مع تحاد سفيتي بعد الحرب العاملة التانية سنة 1945 1945 امت نحن تحاد سفيتي 1991 كم سنة دول 46 سنة بس ما حد يقول لك ممتد يعني حقيقة السيادة اللي هو يعني أشارت الحاجة مهمة جدا وهو أبلغ مثال وتشبيه فكرة السيدة اللي ابنها بيستشهد فاتدخل الولد التاني لكلية الحربية لأن هي دي عقيدة الشعب المصري وهو ده الشعب المصري فدائي من عجل التراب هذا يفك يفك ولا حد هنعرف ولا حنعرف بنشكرك سيادة شكرا لوجودك معنا سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية شكرا لوجودك معنا ألف شكرا